اهلا وسهلا بكم في نشرة جديدة من صفحتكم اندماج صوت الجاليات العربية في النمسا قلقت الشرطة النمساوية القبض على عدد من المتهمين المشتبه بهم بارتكاب جريمة تهريب واتجار بالبشر وقالت مصادر امنية انه تم القبض على اربعة اشخاص خلال هذه العملية من مواطن مصري واخر اردني وقد قاموا باواء 30 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين وقالت وسائل الاعلام النمساوية ان المهاجرين قدموا عن طريق البلقان وقد تلقت وزارة الداخلية النمساوية معلومات عنهم من المانيا يبدأ في الخامس والعشرين من يناير الجاري التجديد على ارتداء الكمامة الطبية عالية الكفاءة اف اف بي تو هذه الكمامة التي رأت الحكومة فيها الوسيلة للسيطرة على الاصابات الجديدة وخفض معدل الضغوط على المستشفيات ووحدات العناية المركزة سيتم تطبيق هذه الكمامة في محلات السوبر ماركت وفي وسائل النقل العام اعتبارا من هذا التاريخ مع فرض غرامة على المخالفين كما سيتم منح استثناءات محدودة لبعض الفئات منها الحوامل وأصحاب بعض الأمراض التنفسية والذين يجدون صعوبة في ارتداء هذه الكمامة بشرط أن يكون برفقتهم شهادة طبية بحالتهم الصحية أعلن رادولفو أنشوبر وزير الصحة النمساوي أن بلاده سوف تحصل على 3.8 مليون جرع إضافية من لقاح كورونا الجديد فايزر بيونيتيك وأشار أنشوبر إلى أن الجرعات الإضافية للنمسا سوف تساهم في تسريع عملية التطايم في البلاد خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري وقد أعلن فرنر كوجلر نهاية بالمستشار النمساوي أن حجم المساعدات المقدمة للشركات للتغلب على تداعيات جائحة كورونا بلغت 31 مليون يورو حتى الآن ومن المقرر تمددها حتى نهاية يونيو المقبل بسبب تفاقم الأزمة إصابات كورونا في فيينا وفي النمسا بشكل عام ما زالت أقل من ألفين إصابة يوميا رغم جهود الحكومة الحسيسة للسيطرة على انتشار العدوى وهو ما دعا إلى تمديد الإغلاق العام حتى الثامن من فبراير حيث تمديد المرشح لتمديد آخر جديد خاصة بعد قرار ألمانيا تمديد غلق البلاد حتى منتصف فبراير النمسا وألمانيا ومختلف دول الاتحاد الأوروبي في سباق مع الزمن لنشر اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا اللقاح الجديد هو الأمل في السيطرة على الإصابات وإنهاء هذه الأزمة قبل حلول الصيف المقبل ضربة زلزال متوسط النمسا اليوم الأربعاء بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر وقال بيان لمعهد الأرصاد الجوية والجيولوجيا أن مركز الزلزال في منطقة أدمونت في شمال ولاية شتير مارك بعمق سمانية كيلو مترات ولم تحدث أي خسائر في الأرواح أو أضرار في المباني أعلنت النمسا عن تقديم مساعدات إنسانية عجلة لأسيوبيا بقيمة 3 ملايين يورو وذلك للتخفيف من معاناة السكان في منطقة الأزمة الراهنة بإقليم تجري كما تساعد المساعدات على استقرار الوضع الهش في البلاد بمناسبة مرور عام على توليه وزارة الداخلية أكد كارل نيمر في حديث صحفي على أن الإرهاب هو أخطر تحديات النمسا في المرحلة الراهنة مشيرا إلى أن جهاز حماية الدستور ومكافحة الإرهاب يضع نصب عينيه العديد من المنظمات ذات التوجه الديني المتطرف وأشار بالذكر تحديدا جماعة الإخوان وقال أن الملاحقة الأمنية سوف تستمر في الفترة القادمة لأن مجتمع النمساوي يقوم على التعددية والتسامح ولا مكان المتطرفين فيه وزير الداخلية تطرق أيضا إلى قضايا مهمة مثل الهجرة غير الشرعية حيث قال أن الاهتمام بالأزمات الراهنة لا يجب أن يصرف اهتمامنا عن أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة مع وجود مائة ألف شخص على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في اليونان وحوالي عشرين ألف شخص في منطقة البلقان والجميع يتطلع على أي فرصة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي وأكد أن الشرطة تلعب دورا رئيسيا وأهاما في خدمة المجتمع في ظل هذه الأزمة مشيرا إلى أن قوات الجيش وفقت على تأمين الصفرات بتلا من الشرطة مما خفأ في الأعباء على جهاز الشرطة ومنحوا الفرصة لتركيز الجهود في عملية مكافحة وباء كورونا والتفتيش على مناطق المخالفين ورصد الانتهاكات وهو ما أعتبره أنه فترة شديدة مليئة بالتحديات سواء بسبب كورونا أو بسبب الإرهاب أو بسبب الهجرة غير الشرعية دعا الرئيس أليكزاندر فاندر بيلين خلال اللقاءه السنوي الإفترادي مع الصفراء المعتمدين في فيينا إلى حسن معاملات اللاجئين وأعطاء اهتمام أكبر لقضية تغير المناخ الرئيس النمساوي اعتبر أن قضية حسن معاملات اللاجئين هي ضرورة في ظل التحديات الرهنة ومن أجل الحفاظ على تماسك المجتمع تتابع الأوساط السياسية والمنظمات الدولية في فيينا تطورات أزمة الأوضاع في الولايات المتحدة مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد السلطة الأربعاء المخاوف من حدوث أعمال شغب تسيطر على الجميع مستقبل واستقرار أكبر اقتصاد في العالم والذي يرتبط بعلاقة شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي يظل موضع اهتمام كل الأطراف الدولية والسياسات والحكومات المختلفة شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تقارير إخبارية جديدة من صفحتكم من دماج تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وإلى اللقاء